اشتركوا في القناة نقابة الموسيقيين الجامعية العمومية تحديدا في نقابة الموسيقيين بتجتمع لسحب الثقة من النقيب السابق إيمان البحر درويش ايه تفاصيل المشكلة دي وتحديدا مستجددتها لان احنا بقالنا فترة الحقيقة بنتابعها نعرف مستجددت القضية دي مع الأستاذ طارق مرتضى الصحفي والمستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية نارك سيدي أستاذ طارق اهلا بيك احنا بنتابع الحقيقة بقالنا فترة الخلاف الدائر على منصب نقيب الموسيقيين بين مصطفى كامل وإيمان البحر درويش قلنا مستجدت الأمر يعني اللي احنا قريناه في الجرائد مؤخرا إن إيمان البحر درويش خد حكم إنه هو النقيب الشرع إيه اللي حصل بعد كده أولا تفاصيل الحكم ده إيه وإيه اللي استجد عليه هو أستاذ إيمان استند لما خرج من النقابة خرج بقرار مجلس إدارة المجلس إدارة قرار عزل إيمان البحر درويش من منصب نقيب المهن الموسيقية من حقه إنه يلجأ للقضاء وهو لجأ للقضاء مشوار طويل هو خده في القضاء وإحنا نكسب النقابة يكسب قضية وإيمان يكسب قضية وبدأ الموضوع سجال بين الاثنين أو بعض في النهاية حكمت المحكمة مش حكم نهائي لسه في لسه مراحل تاني للقضاء بإن الجمعية العمومية حتى استند إيمان البحر درويش في دفوعه في القضية إن أنا جيت بالجمعية العمومية واللي يقدر عنده القرار أن يشني حسب القانون الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة لأنهما منتخبين زي زيهم ده كان دفوع إيمان البحر درويش في هذه القضية المحكمة حكمت بدأ قالت اللي يعز الإيمان البحر اللي يعز للنقيب هي الجمعية العمومية فهو نقول لنا مرة واثنين أن نستغل حكم القضاء وأن القضاء سلمش فيش على كلانة وهننفذ حكم القضاء أي أن كان. stations إضد هذnas فدعينا للجمعية العمومية أنك سنوج لك. هذا استناداً على الحكم القضاء أصلاً. أضعينا للجمعية العمومية أن تعقلت 5 مارس في مسرح بالوامل. مصرح؟ البلون الجمالة العمومية عقدت بتاحت إشراف قضائي كامل قضاء الدولة في حماية وزارة الداخلية تأمين وزارة الداخلية المجلس الإدارة والموسيقيين ملهمش طرف في الموضوع أكتر من التصويت أكتر يا فن من التصويت نعم أو لا بس فيه استدخل فيه وضع وفيه داخلية بتحمل انتهت الجمالة العمومية الجمالة العمومية أولا عشان نبعرفين قوامها قوامها الدقيقة والحضور الجمالة العمومية القوام بتاحتها كامل 3788 عضو ده هم أعضاء النقابة أعضاء النقابة المسددين للاشتراك لمن له حق التصويته لازم يكون مسدد للاشتراك يعني فيه أعضاء للنقابة غير مسددين للاشتراك فهما غير فاعلين لما سددش الاشتراك السنوي غير فاعل من الصوت حسب القانون حضر من الجمالة العمومية 955 عضو إجمال الأصوات الصحيحة كانت 939 باطل 16 صوت اللي قال نعم بسحب الثقة لإيمان نسحب الثقة من إيمان البحر درويش 831 صوت اللي قال لأ اللي يبقى على إيمان 108 صوت هنا القانون بيقول إن 10% من قيمة الجمالة العمومية تكتمل النصاب القانوني النصاب القانوني بعشرة في المية فقط من 10% من الأعضاء اللي هم ليهم حق للانتخاب أو ليهم حق التصويت اللي هم 3988 أصبح العشرة في المية كان 387 صوت يعني هو متأمعات كتير يعني النصاب بحبا يعني هو تريبا تلت الجمعية كان حاضر عد النصاب بتلت النصاب لو ما اكتملش يعني أنا عايزين 387 لو هو 386 يبقى الجمعية لما يكتمل النصاب وتلغى الجمعية لا ده أنت عايز 387 جالك 955 ثلاث أضعفه شوية النصاب القانوني بالتالي القضاء أعلنوا إن النصاب القانوني اكتمل والجمعية شرعية ومن حق الجمعية بقى نشوف الكلمة ده معنا كده إيه قرار الجمعية العمومية إيه بقى لنقاب التلمية عزب صحب السيقة من البحر درويش نهائيا ده رسميا بقى من أعلن ده مين هي القضايا اللي أشرفت على السفتاء وده تنفيذا للحكم القضائي اللي هو أصلا خده فنان إيمال بحر درويش تمام طيب أنا أصلا عايز أعرف اعتراضات يعني أنا شايفة بالأرقام كده فيه اتجاه ضد إيمال بحر درويش داخل النقابة ده بالأرقام اللي قدامي لو 831 قالوا نعم لصحب السيقة 108 قالوا لأ لصحب السيقة إذن فيه اتجاه داخل النقابة حقيقي ضد إيمال بحر درويش ليه تخلقت الروح دي أو الاتجاه ده ليه إيه سبب نقابة حقيقي؟ السؤال ده يسأل عنه إيمان نفسه لا حقيقي تشوف إيه الممارسات اللي قدت لأنه يستعدي المتقيين بالشكلة؟ قلنا مرارا تقرارا وقلت له بينه وبينه في بداية سياسته في العمل في النقابة قلت له النظام الأوحد الحكم الأوحد ده نظام مش موجود حتى في عام الثالث إزاي يعني حكم الأوحد؟ إن كل حاجة أنت إن أنت اللي تقرر كل شيء إن كل الصلاحيات تسحب من كل مجلس إدارة تبقى في إيه لك أنت يعني خاتم النقابة معاه هو المفروض مع السكرتير العام أنت بتسافر برة كتير الخاتم ده بيعطى الأشياء ومصالح للناس توقعات البنوك مش بتاعتك توقعات البنوك دي الوكيل أول ومين الصندوق وصحبها وخلاها عنده لدرجة كان بتدخل في تنظيم السعاوة والعاملين في المكان يعني كل حاجة من دي المفروض لها مسؤول حد قائم عليها مسؤول وانت تحسبه كمجلس إدارة يتحسب مجلس إدارة لكن الموضوع إيمان إيمان بدأ يستعدي للناس بدأ يسحب بدأ ينفرد بقى بقرارات خاطئة ويعملها يعني وقف الفلانة فلان وقف الفلانة فلان وقف الفلان فلان هو وقف عدد من الفنانين يعني إحنا سمعنا طبعا على وقعة شيرين فنانة شيرين عبدالوهاب وجنات والفنانة مروى يعني فيه أكتر من حاجة لكن هل كل حدث من دول هو ما كانش عنده حق فيه ولا في بعض الأحيان كان يستحق شيرين كناحنا بنعمل حاجة اسمها اقتطار الخير عايزين نجيب نجوم نعمل حفلة الحفلة دي لصالح الناس التأمين والمعاشات سندوق تأمين وعشان أنا من حق أعلن عن عمل خير ومن حق اكتشاركة أو لأ أنت حرة ومعنى أن أنت ما تشاركيش أنك أنت مش بتاعت خير لأ أقدر مشغولة مرتبطة وحفلات مش موجودة معتزلة شوية لظروف بيت أي حاجة مش بتاعتنا دي شيرين ما رديتش ما رديتش عندها أسبابها ارتباطاتها ومش عايزة هي حرة فإيمان فيها حتصرحاته قال إن شيرين مش عايزة تعمل الخير وكلام كده يعني حاجة كده شيرين ردت في مجالة لها السعودية قالت إن إيمان مش هيعرفني الخير أو مش الخير كان إيمان في توقيتها في أمريكا اتصل بها تليفونية وقال طلع قرار بإيقاف شيرين عبد الوهاب استنى لما تيجي يا أستاذ إيمان ونبحث في الموضوع طلع دي شتمتني خلاص أنت النقيب وأنا مصدر إعلامي فأنت بتديني تعليم معي أنا عملت لفستها قامت الدنيا وقعادت ولما جي إيمان ما يعني اللقاف كان بالتليفون ليا فأنا اللي بيت في الموضوع كله وأنت اللي هو يفشرين وحتى مجلس إدارة لا يعلم مجلس إدارة لما اجتمع نحن نعلمش حاجة عن القرار طب هو هل قال أصلا من حق أصلا النقيب الموسيقين أن يطلع قرار بهذا بشأن زيدة من غير الرجوع لمجلس إدارة قانونا هل يجوز لا يجوز لا 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 وفيش حاجة اسمها إيقاف فيه حاجة اسمها تحويل التحييق وبعد كده التحييق هو يقر إيقاف مش إيقاف عقوبة مش عقوبة أيا كان لكن إيقاف كده حاجة نرجسية كده مش موجود وتكررت في أكتر من حالة تكررت مع مروة وتكررت مع جنات وبعد كده الأدهى اللي كان لو إيمان استمر ثلاث أربعة إيقاف كان يقف حاجة كانت ممكن النقابة يتظاهروا يولعوا فيها كان يقف محمد مونير شخصيا الكينج نفسه طب ليه السبب مش مهم بقى الموضوع ما تمش فمش مهم بس هو ده كان اتكاه والواحد لازم يعرف الأسباب قد يكون هو عنده حق في الموضوع مهما ما فيش حد جبير على المحاسبة ما احنا اتفقنا أن القانون ما يديكيش حق أن يوقف ده مبدئيا إنه مش متفردا ده مبدئيا ولمنى منفردا ولا مجتمعا يحول تحقيق والتحقيق هو اللي المجلس القادر عندما ينعقد يحول تحقيق ما يوقفش ما يدرش يوقف يحول تحقيق والتحقيق نتايجه هي اللي تقول طب أنا عايزة أعمل مقارن حرك قلتين إيمان البحر والدارويش قعد في كنقيب للموسيقيين الفنان طبعا إيمان البحر والدارويش قعد كنقيب للموسيقيين مدة 7 شهور والنقيب الحالي الفنان المصطفى كامل قعد ما يقرب من سنة دلوقتي على مستوى الإنجازات للنقابة نفسها والعملين في النقابة إيه الإنجازات هنا وإيه الإنجازات هنا والإنجازات الجامعة عومية قلتها بالأرقام الإنجازات نفسها خرجت قالت 831 قاله مش عايزين إيمان لا أنا أكلم عن الإنجازات ما هذه الإنجازات ليش تبقى من وجهة نظراني عشان أنا عامل في النقابة في نسبة نظري اللي أنا أقوله ده مؤيد من الجامعة عومية قالت مش عايزين ايمان ومية وتمانية قالوا عايزين ايمان ماشي بس لو قلنا انجازات ملموسة فعصر ايمان هو ملحي شامل حاجة يعني ايمان البحر ملحي شامل حاجة كان دايما نحنا بنتكلم في كلام يعني نقول حفلة ومجموعة حفلات معملناش هنخرج بمجموعة حفلات لأوروبا وامريكا برضو معملناش ماشي بس كان لم يتحرق فيه قالب توبا وكان هو معطرد عليه كويس؟ معطرد عليه بعدما الأبراج قامت والموضوع المدينة قامت تمويل وهياخد فلوس كتير ومش عفقة اوكي ما فلوس كتير دي مدينة سكنية طبعا مش بتبني كوشك موسيقى ده مدينة سكنية دلوقتي ماشي بس كان اوشك عن انتهاء يعني خلاص في الظرف السنة اللي فاتت دي تقريبا اوشك عن انتهاء مصطفى كامل جاب نادي للموسيقيين في اسكندرية احنا عملنا نادي في المنصورة نادي هو الاحسن في تاريخ النقاب كان حسب سعود الله رحمه الله جاب زيه انت عارف ان اسكندرية اكبر اعضاء بعد قاهرة خد ارض نادي في اسكندرية مشروع علاج دلوقتي التمس تماما يعني عارفة انتهى المشروع علاج اللي هو ازمة ازمة الموسيقيين على مدى الحياة كان هو التنظيم مشروع علاج بتاعهم احنا عندنا عدد كبير دول عدد الجمعية العومية دول المسددين فيه ناس مسددتش من خمس سنين فيه ناس مسددتش من سنتين فيه عندنا منتسبين اكتر من عشرين الف عضو منتسب خليب عليك المنتسب ده ليس لحق الانتخاب ليس اه طبعا اه بس عندنا حوالي عشرين الف دول بياخدوا تصريح لا ده معادة تصريح ده غير التصريح كمان ده غير التصريح ده منتسب اه النهاردة احنا عملنا مشروع علاج يتم اعلان عنه عن تنفيق عن العمل به خلال ايام هو الافضل هو لايقل قيمة عن مشروع علاج في نقاب الصحفيين عندنا مثلا يقل قيمة عن مشروع الطباء او المحامين ايه تفاصيل ومشروع العلاجة عشان ممكن كتير جدا الناس تكون محتاجين ان هو بكرنيه زي اي حد بكرنيه زي انا نقابت الصحفيين من عندي كرنيه بتعالج بي انا واسرتي نش محتاجة روح النقابة كان ازمة كل يوم تجع مهر عندنا في النقابة عشان الدكتور فين بيتأخرج مجايش جيه يكشف عالمية ويحول فلان وفلان يروح فلان المستشفى يلاقي فيه مشاكل ما يتقلش انا مردت بالليل او ابني مرد بالليل يستنى للدكتور امتى عشان يروح له يعني فيه تعاقد مع عدد من الاطباء والمستشفات بيتم تحويل العضو لها مباشرة دلوقتي بقى التحويل اوتوماتيك هيتحول بمجة بكرنيه في جيب ويدخل عطول على المستشفى اللي هو معاك وطيب بالموضوع كله هيروح عليه وهي اعلى نسبة علاج في تاريخ النقابات المصرية هي موجودة في القبض المسقين يعني اعلى من عندنا من القبض المصحفين كمان يعني بيعفى تماما للعضو من اي فلوس بيدخل ببالاش خالص ده ما حصلش وقت برضو الفنان ايمان البحر درويش ده رسه ده يعني خلال ايام هيتم العمل به يعني انتهى الشكل النهائي تم التعاقد هيتم الان العمل بالفترة الجاية طب بالشكل القانوني بقى للتصرف اللي بعد كده بعد اعلان الجماعية العمومية ساحب الثقة من ايمان البحر درويش ايه اللي حيحصل بعد كده قانونا المفروض المفترض ان ده خلاص ده انتهى يعني ايمان بيتشدق وبيمثل نفسه بمحمد مرس الرئيس المعزول اعمال يتشدق بالشرعية الشرعية الشرعية وكأن انه جيب الانتخابات بقى اصبح رباط ابدي بينه بين الموسيقين الشرعية او الديمقراطية مش انك انت تنجح ديمقراطية في انك تحقق العدار اجتماعية للناس الانتخابتك تدعملهم مطالبهم لكن الناس اما تخرج ضدك وتقولك احنا مش عايزينك المفترض علي انا كحد المفروض بحترم فني خلي بقى انا بتكلم عن ايمان النقابي انا بتكلمش عن ايمان الفنان ايمان الفنان ده موضوع تاني انا بتكلم ايمان النقابي المفترض انا انسحب بهدوء لا ده ايمان مصر وده سؤالنا بسألهله ايه هو سر اصرارك على المنصب ده قتالك الشديد على المنصب ده خياري بقى بيشكك في اللجنة القضائية اللي اشرفت يعني بعد الجمالة العمومية مفترض انت الاصلا بنيت كل دفوعك عن جمالة عمومية ايه لما الجمالة عقدت وقررت صحب الثقة بعدد كبير خلاص مفترض انسلم بقى اقول انتهي يعني مونير يوسيمي نفس الكلام سيد مونير الجمالة العمومية لما قالت نسحب الثقة راجل تخذ بعض وماشي لا ايمان مصر وقدم لعوة قضائية بيشكك في الجمالة العمومية تشكك في الجمالة العمومية او في تزوير الجمالة العمومية او في نتائج جمالة العمومية انت بتشكك في الهيئة القضائية المشرفة على الانتخاب مش في المسوقين ولو بيشكك في النتيجة النتيجة دي بمعرفة مين مين اللي اشرف في القوية تزد على الاستفناء ده الهيئة القضائية هو ده استكمال المعركة اكيد ده يعني اجراءات قانونية يبقى انت اجراءات من اجراءات او هو خلاف من اجل الخلاف مش خلاف من أجل أن هناك شفافية هذه القضائية أعلنت كل ما طلبه في حتها أنا الشرعية معايا أنا الشرعية معايا الشرعية دي يعني إيه أنت بتفكرين محمد مرسي ليه الشرعية يعني كان محمد مرسي قاعد بقى الشرعية معايا ما جاب الانتخابات الناس مش عايزك أمشي لا هو مصر وبيعمل ده نهيكي عنده ده أن ما البحر في خلافه مش شايف إلا مصلحته الشخصية فقط لغير بمعنى أنك أنت عايز يحكمكم ويقتلكم يعني يتحكم موسيقين يتقتلهم بنفس منطق الإخوان والجامعة الإرهابية ليه إيه الإجراءات اللي هو عملها حريك بتقول كده تخييري بقى أنت دلوقتي عايز تعتلي المنصب تاني مفترض تستجدي الناس دي ويبقى علاقتك بالناس الموسيقين وتستخطب الناس ويبقى علاقتك بالموسيقين معهم كويسة وجميلة لا ده حضرتك بعت جواب للبنوك بموجب الختم القديم اللي معاك نقيب إن أنا نقيب الشرعي وبموجب حكم كمان ابتدائي مش آخر درجة ليه البنوك بتجهل هذا الكلام بوقف الأرصيدة تجميد الأرصيدة بتاعت النقام مش بس جمد الأرصيدة بتاعت صندوق التاميات والمعاشيات بحيث إن حد عنده 70 سنة 80 سنة بيستنى معاشه من الشهر للشهر يروح ملاقيش معاشه جمد الأرصيدة بتاعت الصندوق بتاعت العلاج يعني حد محتاج علاج فوراً ما يلاقيش فلوس أنا ما سدبتش المستشفى المستشفى مش تستقبل الحالة بتاعتي طب إنت بتعادي مين آخر حاجة عملها يوم الجماعة العومية أبلاق بيوم أرسل خطابات لكل الفنادق والأماكن السياحية بمنعوهم أو حسوهم على تزديد رزم النسبي عن الحفلات بتاعتهم والبنوك التزمت بال استجابت لغاية ما احنا فهمناها لغاية ما بعتنا شؤون القانونية بتاعتنا وقفت الأرصيدة فعلاً لغاية ما شؤون القانونية راحت قالت أصلاً كان قيب مالوش حق التوقيع على المعاملات المالية في البنوك اللي ليه حق التوقيع حسب القانون ده قرار من النقابة ده قرار ده قرار ده قانون مو بالزبت مو أنا بتكلمه هما يعني إزاي يقدر يعمل كده أصلاً في الفترة اللي فات ما أخلي بالك البنك ده عشان بيتعمل مالياً بيبقى خايف أي حاجة يقف الأرصيدة إزاي عنده قدرة أو القانونة إزاي يقدر أولاً بالموجة بالجواب اللي عمله أنا نقيب الموسيقيين ودي خاتم النقابة ومضى كأيمان بواحدة رويش ويسلم الرصيد وقف البنك يخاف أوقف ما وقفش البنك لازم يستند على إيه البنك عشان أعرفها فلوس إن يجيلي الجانب الآخر يقدم لي ما هو يفيد إن ده مش قانوني فالشؤون القانونية راحت في النقابة والشؤون المالية وقدمه يفيد إن وقف إيمان ده مش موجود مش قانوني أصلاً وحتى لو هو النقيب مش قانوني يوقف أو يتعامل مع البنكة رصيدة مالية اللي بيتعامل أميني الصندوق توقيعه الوكيل الأول وتم تعطيل فعلاً أمور الناس ولا الحقتوها يعني؟ فتعطلت بالفعل بس الحينها يعني تعطلت يومين بس الحينها فآخر حاجة كان قبل جمالة عمية بيوم بعت للمنشآت السياحية وقفوا دفع الرسوم النسبية وتدفعوا ليه الرسوم النسبية للنقابة طب إنت إيه؟ إنت بتعدي الناس ليه؟ يعني إنت مشكلتك هنا مع المنصب النقيب مش مع الموسيقى الغالبان اللي في الشارع توقف له علاجه وتوقف له ومعاشه ليه؟ فده عمل احتقان في الشارع الموسيقى ضد إيمان طب خلينا نرجع بقى الفنان مصطفى كامل كان نقيب للموسيقيين حالياً بعد صاحب الثقة من فنان إيمان البحر درويش إيه الخطة القادمة اللي ناوي يعملها للنقابة الموسيقيين خاصة اللي فيه ملفات كتير حراركو ذكرت بعضها وفيه بعضها الآخر بينها مثلاً حق الأداء العلني والحاجات الأخرى ذي أعتقد برضو بتهم الموسيقيين إيه خطته القادمة؟ يعني زي ما نقول الرئيس الجديد مطالب بملفات كتير كمان كل مسؤول في الدولة مطالب بملفات منهم نقيب الموسيقيين مشكلة المشكلة إحنا فيها دلوقتي أن الفنان مصطفى كامل أعلن استقالته ولكن لم تقبل بعد وكانت دفوع وفي هذا الأمر قال أنا وجودي أنا مش عايز الناس تفهم أنا كنت بصرع على منصب نقيب إيمان كان بيصرع يقاتل عشان ليه بقى نقيب أنا مش عايز النقيب أنا كنت بصرع وواجه فساد معين انتهت منه فأنا بنسعب منصب النقيب انتهى منه إزاي؟ بعض الإيمان هو الفساد تمثل يعني في الفنان الإيمان؟ إيمان متهم من مجلس الإدارة ومن الصندوق بطبع دفاتر يعني طبع دفاتر تحصيرها اسم نسبي لحاله برا النقابة يعني النقابة كلها سليمة مفياش غير إيمان هو اللي كده ولا هو فيه أجوانب أخرى شوفي شوفي يعني ما أقدرش لو قلت سليمة هيبقى أنا براية أيو لو قلت مصر كلها سليمة هيبقى أنا براية أكيد في كل مكان فيه الصارح وفي الفاسل أكيد يعني أنا أعظي لحنا ليه ملخص المسألة في شخص واحد أصلك كبيرة اللي طفت على السطح كبيرة الضخمة لكن هاتي فسادة عندنا في النقابة قولي فيه الحتة الفرينية فيها كذا وتعلي حاسبينها في حلقة تانية الأسبوع الجاي تمهم واجهته لأ لأنه ممكن يبقى فيه حاجة نحن ما نعرفهاش تحديدا مصطفى لما بيعرف عن حاجة بيصور بثورة كأنه واحد راجل شارع يا ما صور فيه الحتة دي يمكن حلوة أو يحشر لو أعلم بيها لكن الموضوع الكبير اللي طفع على السطح الهم الناس ما هو أنت لما تجيش قولي مندوب يحصل رأس من الناس يحصل مثلا خمس تلاف جنيه خد خمسين جنيه زيادة دي قضية فساد قبرى يعني لأ ممكن يخد تبسي من حد مش عارفين كان معين ده ما نسمحش به بردو لكن مش عارفها أنا مش همشي وراء المندوب مندوب ومشيت وراء بردو هياخد خمسين جنيه المندوب التاني لكن القضية الكبيرة الضخمة لشغلة رأي العام كانت هي إيمان ودي أول مرة في تاريخ المسيقية إن قضية بهذا الحجم الضئيل تجبر بهذا الحجم الكامل طب شؤون الناس بقى يعني بعيدا عن خلافات السلطة ذي الليل الكبيرة شؤون الناس دلوقتي يعني إيه المفروض تعملوه لهم من ضمن الحاجات اللي بتحسب لمصافة كامل وأنا بحسبها لهم إنه قال كل الاختصاصات لكل مختصة وحتى التوقعات نفسها ومنوش توقيع التوقيع اللي أميني السندوق الماليات من السندوق الوكيل أول ومنذبن الإنجازات إن إحنا عملنا مجلة جديدة اسمها مجلة المايز تنطيقها باسم النقابة دي المجلس أعلى للصحافة أسند لنا التصريح خلاص مقاب صحفين وهيتم بالطبع خلال الشهر الجاي بس أكيد في ملفات تاج إحنا هنشوف بقى هتصفر عن إيه يعني بالنسبة لأيام اللي جاية هل هيحصل مستجدات أخرى ولا كده هيحصل الموقف لصالح الفنان مصطفى كامل هو مش لصالح فنان مصطفى كامل خالص الموضوع على منصب نقيب إيمان والنقيب إيمان والمنصب يعني مش النقيب الحالي إيمان والمنصب إيمان خلاص مراحل القضاء انتهنا منها خلاص الجمعية العمية يعني هتنتخبوا حد تاني الوقت ولا هو هيبقى المفروض مصطفى لحين ما نبت في ال طيب نبت في الاستقامة طب حريكي بقى وفينا بالمستجدات نعرف إلا هيحصل ونتمنى للملفات بقى الخاصة فعلا بالخدمية الخاصة بعضاء النقابة بقى يتم الالتفاة لها بقى دلوقتي الأول مرة في تاريخ النقابة يطلع بعسة حج أول مرة وبعثات العمرة بعثات الحج السعودية منحتنا تأشيرات مجانية يعني مصطفى كامل يتمطع بإعلاقة مع السفير كويسة بعد تسلم القياة دي ووقت الشدايد فمنحوه تأشيرات مجانية ترحل الناس باستفتاء قرع ده فلان وفلان 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 وسافروا ببارش خالص تخارب ما تسافر حج تدفع فيه تسكرة 3 تات 3 جنيه أنا نقابة عملت ده تمام أنا بتمنى أن نفعلا نتركزوا بقى خلاص نسيبنا من الخلافات ونركز في مصالح الناس دلوقتي وربنا يسهل كده بقى بشكورك جدا نفسي صارق مرتضى الصحفي والمستشار الإعلامي لنقابة المهن المسخية ونهارك سعيد فقراتنا خلصت في نهارك سعيد النهاردة لكن بكرا يوم جديد وفريق أعمال جديد